السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة أخرى في القناة اليوم إن شاء الله هدي نشارك معكم ساندويتشات اللي كيجيو رائعين كذلك سهلين ومبسطين فهما ساندويتشات مكسيكية أو كسادية الدجاج إن شاء الله يعجبوكم وتجربوهم مروا بسم الله على بركة الله للمكونات في المكونات عندي 600 جرام من صدور الدجاج عندي ملعقة صغيرة من الخردل أو لمو الضغط ملعقة صغيرة كذلك من الهاريسة أو الشطة 2 فصوص من الثوم بابريكا أولا التحمير الحلوة عندنا ملعقة صغيرة فلفل أسود نصف ملعقة كذلك الكمون نصف ملعقة الملح الكوركم والزنجبيل رأس الملعقة فقط 2 ملعقة من زيت ونصف ليمونة حامضة آآ مع صورة فبالنسبة الخردل ممكن تستغنوا علي لكن كي اعطيناك ها الديدة هنا عندي صدور الدجاج وضعت عليهم البهارات اللي اذكرتهم كذلك الخردل والثوم والهاريسة إذا ما توفرش آآ الهاريسة ممكن توضعوا الشطة العادية الثوم ممكن تسبدلوه ببودرة الثوم وكذلك توضعوا بودرة البصل غدي نخلطهم مع بعضياتهم ننضف تعليم عصر الليمون والزيت وضعتهم في الثلاجة مدة ساعتين أو حتى يعني أقل يعني ساعة ونص قريبا وضعتهم في المقلات اللي فيها الزيت ساخن وبقيت كنشوح فيهم كي تلقوا الماء بوحدهم ما كنضيفوش الماء هنا غدي نضيف البصل بها الطريقة غدي نحركهم خليهم على نار متوسطة ونخليهم حتى يطيبوا هنا عندي الفلفة الملونة في المجمد فوضعت منها غير القليل كيف مسلا عرفوا الأكل المكسيكي كيمتاز بالألوان أو بالفلفة الملونة تقدرو تقطعوها إذا كانت مسوفرة عندكم بحل البصل وكتوضعوها أنا درست فقط القليل بالنسبة لي خليتم حتى طبوه العنار هادية ما كان نضيفوش الماء لكن الدجاج كي طيب بسرعة عندي هنا لا مايونيز اللي هي بالفلفل الحار هاد الخبز نتعى التورتيلا فأنا درته في الدار هدي نترك ليكم الرابط سبق لي وقدمته نضغ مع التاكوز هنا كيف ما شوثوا معي كناخدوا لا مايونيز مع الفلفل الحار أو أي نوع من صلزات الجاهزة إذا ما توفرش وكان عندنا لا مايونيز العادية وكذلك الكيتشاب كنخلطوهم مع بعضياتهم لكن الأكل المكسيكي كيمتاز بالحار أو كيكون سبايسي فهنا درت الجبن مدذريلا تقدروا توضعوا حتى جبن ساندويتش إذا ما توفرش المدذريلا فبهذه الطريقة بالنسبة لمايونيز فأنا ما يعني ما درتهاش كاملة على الخبز نتعى التورتيلا فقط وضعتها بها الطريقة هادي بني غادي نضغط على الخبز من جهة الثانية فكوشي غادي توزع كنعاود ندير الجبن نتعى المدذريلا وغادي نحطوه في الآلة نتعى البانيني إذا ما كانتش متوفر أخواتي كتديروا فقط مقلعة عادية توضعوا القليل من الزبدة أو الزيت اللي توفر لعندكم وكتبقوا كتقلبوا فيها من هات جهة من هات جهة حتى كتتحمر هنا كيف ما شفتوا معايا كجي الجبنة صحيحة بهذا الشكل هذا تقدروا تخلطوا أنواع نتعى الأجبان من هالجبنة الحمراء وحتى جبن مطبوخ كذلك جبن تشيدر أو الجبن متاع ساندويتش غادي نقطعهم بهذا الشكل هذا فكيجي وقطع الدجاج كيفما واضح بهذا الشكل هذا تسبيلة جد رائعة وكذلك مميزة كدي سبايسي أو لحارة وهنا غادي نعود معكم هات الحبة هاتي أخواتي فنفس الطريقة كنديرو المايونيز اللي غادي تكون حارة الجبن متاع المداريلا والقطع متاع الدجاج غادي نوضعو كذلك الجبن ونوضعوه في الآلة متاعنا كيجيوا بهذا الشكل هذا كيتقدموا ساخنين مع بطاطة مقلية ممكن تقدموهم مع صلاطة فيها يعني المايز أو الزورة على الطريقة المكسيكية وإلى اللقاء في وصفة من وصفاتي